نعرف بقى كل التفاصيل وفيو جديد النهاردة فاروق كده جايب لنا فيو مختلف شوية كل يوم بيورينا مشاهد مختلفة من النمسا يا فاروق مسائل فل برحب بيك محمد برحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة تقناة النادي الاهلي في كل مكان قول انت فين دلوقتي طيب بلعب التدريب ولا ده مكان جديد يعني تحرقاتك كده اليومين النهاردة كانت ازاي لا خلينا اقولك احنا حاليا يعني في احد الاماكن المحيطة بيه المنتجع اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي يعني دقائق طبعا وبينطلق مران فريق النادي الاهلي النهاردة طبعا تراي ماتشي استعدادا للمبارات الغد اللي احنا زي ما قلنا محمد من خلالك وبأكد المبارات غدا ان شاء الله تكون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت النمسا السادسة بتوقيت القيرة امام احد فرق صدارة في الدوري السلوفيني واحد الفرق اللي بلعب طبعا فيه بطولة اوروبا واحد من الفرق القوى جدا ومواجه قوى جدا طبعا محمد اتكلمت على خروج بعض اللاعبين ما يقرب من عشر لعبين من القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي طبعا كان وولم بيرست اول اللي خرج بالامس والتحك به معسكر منتخب جنوب افريقيا ثم كان الرباعي منتخب مصر الاول كابل محمد الشناوي كابل محمد هاري محمد عبد المنع موام وروان عطية وثلاثي المنتخب الولمبي حمز علاء احمد نبيل كوكا ورقفة خليل ثم كان يعني بعديهم اليو ديانجل اللعبة بتخرج تباعنا محمد زي ما انت عارف اليو ديانجل الالتحك بمعسكر منتخب مالي ومنذ لحظات طبعا كان خروج علي معلول الالتحك خلاص يعني في طريقه طبعا دلاتي الى مطار فيينا ومن ثم الالتحك بمعسكر منتخب تونس حالة تقدر تقول مستر كولر طبعا كان يتمنى ان وجود اللعبين واستمرارهم في المباراة غدا باذن الله واستكمال يعني البرنامج الموضوع فيه معسكر الاعداد لكن ان شاء الله مستر كولر واللعبين الموجودين ان شاء الله يقدوا مباراة قوية غدا ان شاء الله تكون بروفا قوية للنداد الاهلي استعداد لمباراة السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة طب ده كلام كويس جدا هل كولر يا فاروق ممكن يسمح بمتابعة المباراة الودية ولا لسه ما حسمش المسألة دي عشان برضو نطمن جمهيري الاهلي انا عارف الناس كلها متشوقة تتفرج على الاهلي يعني حتى لو الناس مشغولة بالدوري السعودي الدوريات الاوروبية جمهيري الاهلي يعني تسألها دلوقتي نفسك في ايه يقولك نفسي تتفرج على الاهلي عايزة تتفرج على فريطة الكورة يعني بص يا محمد الامر بالنسبة لنا كلنا نتعرف احنا نتمنى ان احنا ننقل الصورة طبعا لكل جمهير اللي ندعلي حالة الشغف اللي عنده الجمهور احنا نفسنا يعني نفس هذا الامر رغم انك انت موجود طبعا داخل المعسكر وشاله هتشوف المباراة هتتابع المباراة لكن طبعا انت عارف يعني نتمنى ان احنا من خلال القناة نحن نزيعه نكون موجودين مع الجمهور لكن طبعا الامر ده بيخضع لي الرؤية الفنية المستر كولر يعني ان شاء الله عقب التدريب اليوم او الترايماتش هيتم بتحديد هذا الامر لمستر كولر اللي ان شاء الله يحسم هذا الامر لكن يعني احنا على اهبة الاستعداد ان شاء الله ان احنا لو في أي إمكانية إن شاء الله نحن نزيع المباراة من خلال شاشة قناة النادي الآلي لكن تعارف مستر كولر في بعض الأمور الفنية الخاصة بمستر كولر طبعا هذا الأمر بيرجع لمستر كولر لكن إن شاء الله يتم حسم هذا الأمر اليوم ونعلنه طبعا من خلال شاشة قناة النادي الآلي ومن خلال بالبرامج على مدار اليوم أكيد لما تكون فيه معلومة رسمية وإحنا أكيد في دوار الجهاز الفن أيا كان القرار وأكيد جمهور الآلي كمان يعني مش هيزعى لو كولر قال لك لا مش عايزة زيع زي أي حتى مباراة ودية جاية لو تلعبت في القاهرة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية طب دلوقتي يا فاروق عدد الأفراد اللاعبين اللي موجودين في المعسكر أعتقد 22 أو 23 لعب كلهم متحيل للمباراة ولا فيه لعب ممكن أو 2 كولر يفضل ما يشاركش به عشان لسه فيه مساحة وقت عشان تجهيز كل اللاعب تقدر تقول يا محمد يعني 23 لعب أو بزب 23 لعب متبقيين تقدر تتكلم فيه بعض اللاعبين مستر كولر يعني ما تنساش برضو أن الكابتن عمر السولية يبقى خارج طبعا فيه المباراة اللي يعني بيسير فيه البرنامج التأهيلي الموضوع للكابتن عمر السولية نتمنى له السلامة إن شاء الله لكن لو يعني بنسبة كبيرة جدا هيكون خارج المباراة وأيضا ممكن يكون خارج مباراة السوبر الأفريقي لكن كل اللاعبين طبعا فيه بعض اللاعبين اللي انت بتقدر تقول تحسم أمرهم بالنسبة للمشاركة فيه المباراة طبعا سواء أكرم توفيق كريم فؤاد وإمام عشور ولكن الأمر بيقضع طبعا ليه الرؤية الفنية المستر كولر والحالة الجهازية البدنية لذلك مستر كولر فيه بعض الجوانب البدنية خاصة بأكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عشور بتكون يعني فقرة إضافية شوية مع تيتسيان الإندوية طبعا لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية لكن الناحية الفنية أو الجانب التكتك اللي بيشتغل عليه مستر كولر بيكون جزء منه وجود هؤلاء اللاعبين عندنا عناصر كتير جدا مميزة يعني في بعض اللاعبين يعني خلينا أقولك برضو محمد أن مستر كولر جرب محمد فاخري في مركز الزهير الأيمن في أكثر من تدريب وأكثر من تأسيمة كريم الدبيس بنشوف في مركز الزهير الأيصر طبعا يكون بديل للعالي معلول بنشوف طبعا أحمد نبيل كوكا خلاص يعني راح مع المنتخب الأوليمبي كريم ندفدي بالمناسبة في خط الوسط واحد بين العيبة المهمة جدا والأوراق المهمة للنادل يعني تقدر تقول أغلب العناصر في المراكز اللي النادل أهلي أفتقد فيها بعض اللاعبين للمعسكرات المنتخبات الوطنية هيكون موجود طهر عايز أقولك بالمناسبة محمد طهر أنا يعني رب نحفظه يا رب إن شاء الله بداية هتكون مهمة جدا لطهر محمد طهر أعتقد واحد أهم الأوراق إن شاء الله للنادل أهلي زي الموسم محمد مجد أفشا حسين نشحات محمد بشي نقطة مهمة كمان يا محمد بالأمس طبعا كان نهائي بالأمس كان نهائي بطولة البلاي ستيشن ومباراة نهائية جامعة نبيين طهر محمد طهر اللي كان بيلعب بالمن سيتي وأحمد نبيل كوكا اللي كان بيلعب بالبيرن ميونيخ الألماني المباراة نتهي بفوز طهر محمد طهر ستة واحد يعني رقم محبب طبعا لكل جبائر النادل أهلي ستة واحد طهر كان في أول عشرين دقيقة والله يا محمد سيناريو مباراة الأهلي والزمالك ستة واحد كان بيتكرر أول تلك ساعة كان تلاتة سفر اللي طهر محمد طهر يعني مباراة كانت ممتعة جدا ما بين الاثنين وكانت يعني يدت مزيد من المرح والسعادة بالنسبة لكل أفراد البعثة بإزداد يعني بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الأول لطهر محمد طهر شكرا لك يا فاروق ونتمنى التوفيير رب للأهلي في هذا المعسكر ونشوف بكرة بإذن الله مباراة دي على أعلى مستوى يدر الأهلي يستفيد من خلالها شكرا لك يا فاروق ودائما معنا بكل الأخبار والمستجدات من معسكر الأهلي في النمسا